السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات التعليم الزراعي شعبة الانتاج الحيواني والداجني في مصر أهلا بكم في حلقة جديدة من تربية دجاج التسمين تكلمنا الحلقة اللي فاتت على دجاج التسمين وقلنا إن شاء الله بإذن الله في محاضرة تالية لي اللي هي اللي معاك وديت فيها إن شاء الله بإذن الله نستكمل فيها طريقة التربية والرعاية لدجاج التسمين وأرجو نكونوا استفادنا من المحاضرة اللي فاتت واخدنا عنها فكرة ولو بسيطة كده ونستكمل النهاردة درسنا وبرضو هنسترجع مع بعض بعض حاجات من اللي احنا قلناها في الحلقة السابقة وإن شاء الله بإذن الله نستطيع نكون فكرة عامة عن منظومة الجدارات في مصر المنظومة الحديثة المنظومة الجديدة التي ترعى أو يعني تجد رعاية كبيرة جدا من الدولة في الفترة الأخيرة نظرا لهميتها الشديدة لطالب التعليم الفني طالب التعليم الفني زي ما قلنا مش طالب عادي الناس ما تفكرش إن أنا دخلت خلاص تعليم فني إن أنا حياتي كده بتنتهي بالعكس ده أنت بتبدأ الدولة بتأهلك دلوقتي إن أنت طب راجل أعمال راجل تستطيع الاعتماد على نفسك تمام دون الاعتماد على الغير بمهارتك بكفاتك بمعلوماتك فزي ما اتفقنا أن الجدارات عبارة عن ثلاث حاجات زي ما اتفقنا عليها قلنا طبعا معلومة عبارة عن معلومات لازم حضرتك تجيب المعلومات بعد كده عايز حضرتك تقول لي إيه تقول لي مهارة إزاي ننفذ المهارة بعد كده عايز نقول إيه السلوك كيفية تنفيذ المهارة دي بسلوك طيب سلوك حميد سلوك يحبه كل اللي شايفه كنت بتمارس هذه المهارة يبقى طبعا المعارف والمهارة والسلوك هو ده الجدارات نستكمل ما قلناه طبعا في الحلقة السابقة كنا وقفنا عند خطوات غسيل وتطهير العنبر نستكمل مع بعض قلنا طبعا في خطوات غسيل وتطهير العنبر بعايز نغسل بقى العنبر نعمل إيه هنتعامل مع العنبر أولا غسيل الأرضية بماء غسيل الأرضية بماء مضاف إليه أي مطهر صناعي أو منظف صناعي يعني مش نغسلها بس يعني مثلا بالماء والصابون كويس قوي النقطة اللي بعديهم غسيل المعدات بالماء والمنظفات الصناعية يعني مش غسيل الأرضية بس لا غسيل المعدات طب المعدات دي يتزيق إيه لو في عندك دفعيات ملوسة أي حاجة عندك مشربيات عندك معالف أي حاجة موجودة في داخل العنبر يتم غسلها غسلا جيدة تمام وباستخدام طبعا برنامج التطهير المناسب طيب إيه هي أنواع المطهرات اللي أنا ممكن نستخدمها في مزارع الدواجل عندي طبعا الفينيك وده أهم موضوع بيستخدم أو أهم مادة بتستخدم الفينيك الليزول اليود تمام الفورمالين الكولور يبا احنا عندنا حاجات مهمة جدا بتستخدم الفينيك والفورمالين والكولور ودي أهم والليزول ودي أهم المطهرات المستخدمة في عنابر دجاج التسمير والعنابر الأخرى كمان بصفة ايه بصفة عام يبا طبعا زي ما كنا بنستكمل المرة اللي فاتت عملية تطهير وغسيل العنابر قلنا بتخسل الأرضيات تمام مع المعدات بمنظف صناعي بعد احنا كنا الأول غسلناها قلنا المرة اللي فاتت في الحالة اللي فاتت بنخسلها بس بالمية العادية بعد كده بقى تخسلها بمطاهر صناعي تمام ايه أنواع المطاهرات الصناعية اللي أنا ممكن نستخدمها زي ما قلنا الفينيك أو الفورمالين أو الكولور هننقل بقى لنقطة تانية مهمة جدا 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 وهي الفرشة الفرشة دية أي مربي عادي بلازم يضع نصب أعينه أن الفرشة دية هي من الأسباب الرئيسية لنجاح أو فشل عملية التربية في الدجاج أو الرومي أو الطير المائية عموما إذا أنا حفظت على الفرشة بصورة جيدة أكيد أكيد معدل النمو حيكون متزايد معدل النمو حيكون سريع ولو حصل عندي أن الرطوبة في الفرشة زادت عن الحد الطبيعي حتسبب لي مشاكل حصرة لها منها أمراض الجهاز التنفسي زي ما قلنا والإصابة بالالتهاب الرئوي ويعني حدبوز الدنيا طب لما نجي نتكلم على الفرشة أي أنواع الفرشة اللي أنا ممكن نستخدمها عندي فرشة تستخدم من التب الأبيض أو من نشارة الخشة دي أنواع الفرشة المستخدم يا إما من التب يا إما من نشارة الخشة ويفضل أن تكون هذه الفرشة متوسطة الخشونة يعني بتباش خشنة قوي لو خشنة قوي بتدايق الكاتكون وبتأثر عليه يعني بنقوله إحنا علىها بالمعنى كده العام هي جفة قوي لما تب جفة قوي تأثر على الكاتكون تجرحه تمام لا أنا عايز فرشة تكون طب لو نعمة خالص نعمة خالص دي تعمل لي كارس طب إزاي يا مستقل بتعمل إيه النعمة خالص دي تمام بتيجي بتأثر مع حركتها في داخل عنبر وحركة الطيو بتعمل زي شيء من الربو وكده يأثر عليه جهاز التنفس للطاق يبا لازم إن الفرشة اللي أنا حنستخدم يأما من نشارة الخشب يأما من التبن ويجب أن تكون هذه الفرشة مالها يجب أن تكون هذه الفرشة متوسطة للخشونة يعني لا تب خشنة قوي ولا تب ايه نعمة قوي طيب أنا عندي فصل إيه عندي فصل الشتاء ممكن نربي فيه وعندي فصل الصيف ممكن نربي فيه طيب يا مستر أنا الفرشة هنحط الفرشة في الصيف زي في الشتاء بمعدل واحد اللي لا هتخليها في فصل الشتاء عالية شوية في فصل الصيف خفيفة شوية طيب في فصل الصيف من 3 إلى 5 سنتي طيب في فصل الصيف من 8 إلى 10 سنتي إذن في الشتاء من 8 إلى 10 سنتي وفي فصل الصيف من 3 إلى 5 سنتي يبدأ سمك الفرشة خلي بالك أثناء عملية التقييم ممكن تتسأل عليه في دليل التساؤل ممكن يسألك عليه سمك الفرشة المناسب في فصل الصيف مفروض يبدأ حضرتك عاري أو يقول هالي صح وغلط سمك الفرشة في فصل الصيف من 8 إلى 10 سنتي طيب في فصل الشتاء من 3 إلى 5 سنتي طبعا العكس الإجابات غلط لتنين فيجب ألا تزين نسبة الرطوبة في داخل العنبر طوال فترة التربية عن 35 تمام في المائة طيب قولي يب تاني عرفنا أنواع الفرشة إيه هي أنواع الفرشة المستخدمة بالنسبة لنا يأما التب يأما نشارة الخشب يأما تستخدم الفرشة من التب يأما من نشارة الخشب طب سمكها كم يا مستر قلنا سمكها في فصل الصيف من 3 إلى 5 سنتي وفي فصل الشتاء من 8 إلى 10 سنتي مع مراعاة طبعا أن الفرشة يجب ألا تكون مفتلة كل يوم تخش حضرتك داخل العنبر أول حاجة تبص عليها تحت المشربيات بتلاقي تحت كل مشربية كده منطقة مفتلة المنطقة دي ما نسيبهاش نشيلها أول بأول نشيلها نشيل الطري ونحط مكانه تبنى أو نشارة خشب حسب من أنت مستخدم النوع على طوام يفضل العنبر عندي في حالة جفاف مش جفاف مش جف جامد لا ولا رطب ايه جامد لازم يكون معتدل زي ما أنا قلت لك ويجب ألا تزيد نسبة الرطبة في داخل العنبر زي ما اتفقنا عن 35% في المية طول مراحل التربية ده فيما يتعلق بمية بالفرشة طيب نكمل بعد كده بنقول يجب ألا تزيد نسبة الرطبة فإذا ما قلناها خلاص وعرفنا أن الفرشة لازم تكون جفة خليها من الرطبة ليست شديدة الجفاف زي ما أعرفتك هوت مع مراعاة أن تكون لازم بقى نقطة مهمة جدا نضح كمية قبل ما تحط الفرشة على الأرضية حط كمية من الجير المطفي هيجي لك يسألك يقول لك يجيب وضع كمية من الجير الحي تمام غلط جير حي غلط جير حي يأثر برضو على الجهاز التنفسي للطائل لكن اللي أنا بنستخدمه كمية من الجير المطفي كمية من الجير المطفي بتساعد على امتصاص الرطبة في داخل العنبر يبقى لازم الأول في القبل ما نحط اللي التبنى أو النشارة نحط كمية نفرش العنبر كده بكمية من الجير المطفي ولا الحي لا الجير المطفي ودي مهمة جدا جدا النقطة دي لازم تأخذ في الاعتباء يبقى لو سألني قال لي يوضح كمية من الجير الحي غلق كمية من الجير المطفي طب فايدتها ايه بتمتص الرطوبة من الفرش تمام تمتص الرطوبة من الفرش نقطة اللي بعد كده عندي بقى حاجة مهمة جدا وده لحضرتك في التقييم مهمة اوي اوي اثناء التقييم انا كمقيم حنيجي نقول لك تمام يعني ايه ازاي تقيس الرطوبة في الفرش ازاي نيس الرطوبة في الفرش عايز ناس وانت كطالب بقى سيبك دلوقتي من ان انا بنعلمك عشان تمتحن وعشان تنجع لا انا بنعلمك عشان تعمل عنبرك عشان تعمل مشروعة عشان تربح من مشروعة هتيجي على العنبر هتعمل ايه تمسك بايدك كده كمية من الايه كمية من التبني اللي موجود فيه تمام بص معايا كده وتابع معايا بقى الحركة اللي انا هنعملها دي واحنا قسناها العنبق هنيجي نعمل ايه بنقول لحضرتك في الحالة الاولى هنعمل ايه يجب في حالة لو انا خدت كبشة كده بايده تمام فحطتها في ايدي وضغطت على ضغطة قوية ازا حصل ايه بعد بشوية نفتح ايدي ازا لقيت انفراج اليد دليل على ارتفاع الرطوب يعني ايه الكلام ده يعني لقيت الفرشة اول ما فكرتها كده انفرجت كلها يبا ده دليل ان الرطوبة ملها ها الرطوبة ايه عالية طيب في حالة تفتت الجزء المتكور بعد انفراج اليد مباشرة ده دليل على جفاف الفرش دليل على جفاف الايه الفرش طيب في حالة تفتت الجزء المتكور بعد فترة قليلة ده دليل على جودة ورطوبة الايه الفرش لا بقى انا عايزك تيجي معايا كده واحدة واحدة بنقوم لو انا مسكت الفرشة وكومتها كده في ايدي تمام كومت الفرشة كده في ايدي وبعدين فتحت ايدي تمام لقيتها متكومة زي ما هي يبقى الرطوبة هنا علي طيب مسكت الفرشة تمام بايدي وبعدين وانا ضغطت عليها بايدي وبعدين وانا بنفك ايدي تمام لقيتها مالها اه اتفكت واختمام من فرق اليد مباشرة ده الفرشة ده تفتتت كلها في ايدي يبقى الفرشة جفة جدا طيب وانا بنعمل كده اتفكت الفرشة في ايدي بس بعد دقايق بسيطة بعد دقيقتين بعد تلت دقايق لا ده دليل على جودة الفرشة وان الفرشة تمام هو ده الرطوبة المناسبة اللي انا عايزة نقول تاني بعد ايزنا حضرتك تعالي وانا بنقول كده بنقول ايه بص معايا تاني بنقول حاجة اسمال مرشد العملي لرطوبة الفرشة من اهم الحاجات اللي علينا النهاردة المرشد العملي لرطوبة الفرشة بتمسك بايدك كده كمية من الفرشة اللي موجودة عندك في حالة التحام وتكور التحمت في ايدي تكورت في ايدي يبقى ده دليل على ايه دليل على ارتفاع الرطوبة ما فكتش يعني لقيتها متكومة زي ما هي بعد ما فكت ايدي لا ده تبقى الفرشة دي اتنا ايه رطبة طيب فكت الفرشة من ايدي ولكن بعد فكت كلها ولاقيت ايديها كلها مفروضة بالفرشة دي الفرشة جفة خالص تمام ما تنفعش طيب فكت ايدي ولكن بعد دقايق لقيت الفرشة بتفك معايا هو ده المطلوب بالنسبة لنا ان دي الدرجة المناسبة لرطوبة اللي ايه الفرشة وده اللي بيطلق عليه مين يا شباب المرشد العملي لرطوبة الفرشة لازم حضرتك تعرف تعملها كويس هنيجي نقول لك تعالى اسل الرطوبة هنا شوف لي الفرشة ديت مناسبة ولا الفرشة ديت غير مناسبة هتعمل ايه انت بقى تابع معايا هتعمل ايه هنروح انا مسك الفرشة زي ما قلتلك تمسك الفرشة كده بقبضة ايدك وتضغط عليها ضغطة جمدة وبعدين تفك ايدك لو فكت لو فكت لما لقيتها متكومة في ايدك يبقى دي الرطوبة عالية طب لو فكت منها خالص ولا انت مفروضة بطول ايدك لا دي جفة ما تنفعش طب لو لقيتها بتفك بس بعد دقيقة ودقيقة ايه لا هي دي الدرجة المناسبة وده اللي بيطلق عليه المرشد العملي لرطوبة الفرشة طب نكمل بعد كده العوامل التي تؤثر على حالة الفرشة عندي طبعا مجموعة مهمة جدا تأثرلي على حالة الفرشة نمر واحد الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة خارج العنبة الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة خارج العنبة والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة داخل العنبة اذا لو فيه نسبة رطوبة عالية الفرشة تبه مرتل طب نسبة رطوبة قليلة الفرشة تبه جافة لده مطلوب ولا ده مطلوب طب ايه الكلام ده سواء داخل العنبر سواء خارج الايه العنبة يفضل في الايام الاولى اول خلال تلات ايام كده لما الكاتكوت بيطلع من مكينة التفريخ وبيجي لك فيه الحضانات فيه بعض الناس بتستخدم حاجة بترفع الرطوبة في داخل في خارج الايه العنبر تمام كده ودي بتوب بظاهرة كويسة بتساعد على اه الرطوبة جيدة بالنسبة للايه للفرش النقطة التانية كسافة الطيور داخل العنبة يعني ايه كسافة الطيور داخل العنبة لو العنبر ده بيساء عدد الف كاتكوت مجيش حضرتك بقى تقول لنا انحط في الف وخمسمية لان كسافة الطيور بتؤثر على حالة الفرش طب حتزود رطوبتها ولا حتقلل من رطوم ازا كانت كسافة الطيور داخل العنبر كبيرة الرطوبة حتزيق وده طبعا غير مرغوب طب كويس قوي عمري ووزن الطيوب عمري ووزن الطاق احنا قلنا في الاول احنا بنعمل بناخد باكية كده اللي انا بنعمل عليها الحواجز بنعمل عليها الحضانات هل هتفضل ديت معايا طول فترة التربية لأ طبعا كلما الطاقر بيتقدم في العمر بيزيد وزنه تمام وبيزيد حجمه طب لما يزيد وزنه ويزيد حجمه انا نعمل ايه كموربي نوسع بقى الباكية بعد ما كنت عامل حاجز على باكية واحدة لأ نعمل الحاجز على باكيتين عشان الطاقر حجمه زي يستطيع الانتشار بسهولة والتنكل بسهولة اثناء الحرق وكل الطاقر ما اتحرك كويس في داخل العنبة تخزيته بتكون جيدة ومعدل السقي بتاعه بيكون جيد ومبالتالي معدل النمو بتاعه بيكون جيد جدا 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 ازا انا مفروض بالنسبة لي عمر ووزن الطاقر ده مهم ولا مش مهم جدا 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 طيب كمية وسرعة الهواء التي تتحرك داخل العنبة تؤثر ولا لا تؤثر اه طبعا لو كمية وسرعة الهواء كبيرة جدا تعمل لي ايه تعمل لي جفاف في الفرشة جامد جدا طب لو كميتها ضئيلة جدا برضو دي حتزود لي بقى الرطوبة ولا ده مرغوب ولا ده مرغوب لازم نعمل تكون سرعة الهواء داخل العنبر سرعات مناسبة طيب كمية المياه المستهلكة تمام ونظام الشرب المستخدم داخل العنبر قلتها لك من شوية اللي هي ايه لما حضرتك بتستخدم قولنا في المحاضرة اللي فاتت كما انواع معينة من المشربيات والمساقي الانواع دي طبعا بتقلل لك في استخدام الفاقد من المياه وبتقلل لك من نسبة الرطوبة لان لما مشربية عن مشربية تفرق لو المشربية اللي هي نظام الحنمات كمية الهادر اللي بينزل على الارض منها ضعيف جدا او قليلة جدا فبالتالي الفرشة بتفضل في حالة يعني تبقى في حالة جفاف متوسط وتبقى حالة الرطوبة فيها جيدة جدا لكن لما حضرتك بتيجي تستخدم مشربية من العادية او مشربات من المقلوبة الطائر ممكن يغبط المشربية تتخبط وانت داخل خبطت فيها بتبلي المساحة كبيرة جدا من الايه من الفرشة بعد كده عندنا تركيب وشكل وملمس العلف اه ايه نوع العلف اللي انت بتستخدمه العلف طبعا وشكله وملمسه يؤثر اه يؤثر تمام كده يبقى ايزا عندي مجموعة من العوامل التي تؤثر على حالة الايه الفرشة قلنا الرطوبة النسبية داخل وخارج العنبر تمام كسافة الطيور داخل العنبة اذا زادت كسافة الطيور عن الحد المطلوب بيحصل ايه بتزيد الرطوبة في العنبة او في الفرشة طيب بعد كده عمر ووزن الطيور اذا زادت طائر في الحج بيزيد استهلاكه من المياه وبيزيد استهلاكه من العليقة تمام فبالتالي لازم حضرتك تفرد له مساحة كبيرة جدا وده بيأثر برضو على الرطوبة بتاعة العنبة لو ما فردتش لان ساعاتها بيبقى في تزاحم بيخبطوا في المشربيات حتتبالي الارضية حتزود نسبة الايه الرطوبة طيب كمية وسرعة الهواء زي ما اتفقنا داخل العنبة يجب التحكم في كمية وسرعات الهواء تمام في داخل العنبة بالطريقة المزبوطة اللي هي تصل للطائر كمياته المناسبة عشان التهوية تكون جيدة في داخل الايه العنبة بعد كده كمية الماء المستهلكة كمية الماء المستهلك ونظم الشرب المستخدم داخل الايه العنبة قلنا ده بيؤثر تأثير كبير جدا بالاضافة الى تركيب وشكله وملمس الايه العلف النقطة اللي بعد كده المساحة المخصصة للطائر دي نقطة مهمة جدا جدا بقى معي تختلف المساحة المخصصة للطيوم في العنابر المفتوحة عن العنابر المغلقة لازم انت كطالب تكون فاقم النقطة دي كويس جدا يعني العنابر المغلقة بيخصص لها لكل متر مربع عدد معين من الطيوم والعنابر المفتوحة يخصص لها برضو عدد معين من الطيوم طيب ناخد العنابر المفتوحة يخصص اتناشر طائر لكل متر مربع قول تاني معايا في العنابر المفتوحة يخصص اتناشر متر مربع لكل طائر لكل ايه طائر طيب وفي العنابر المغلقة بس الكلام ده من امتا؟ من عمر يوم لعمر 8 اسابين يبقى من عمر يوم لعمر 8 اسابين في العنابر المفتوحة هيخصص لكل متر مربع عدد 12 طائر طيب حضرتك في العنابر المغلقة يخصص 12 طائر يخصص 20 طائر لكل متر مربع لاحظ معايا العنابر المغلقة بتاخد اعداد اكبر ولا اقل اعداد اكبر تمام؟ لذلك تكريفتها بتوبة كبيرة جدا تمام وطبعا التربية فيها بتكون افضل بكتير من العنابر المفتوحة لكن في ناس بتفضل ده وفي ناس بتفضل ده تبقى للامكانيات انت بقى اللي يهمني كطالب وكمشروع بالنسبة لك انا عندي عنبر تمام اه وانه حط فيه كا قولي مساحة العنبر كا تمام ومساحة وطبقى لمساحة العنبر بتخصصيها كل متر مربع لو حضرتك في النظام المفتوح هتحط له 12 طائر طب لو في النظام المغلق هتحط له 20 طائر يبقى يخصص لكل متر مربع عدد 12 طائر في العنابر المفتوحة ويخصص عدد 20 طائر تمام اللي كل متر مربع في العنابر المغلق طيب اه انواع المعالف والمسائي وتكلمنا فقبل كده في المحاضرة اللي فاتت وقلنا هنتوسع فيها وحنتكلم فيها باستفادة انواع المعالف والمسائي اولا بالنسبة للمعالف عند استعمال اطباق البيت خلال التلات يام الاولى يا شباب خلال التلات يام الاولى بنستخدم طبق للبيت عارفين اطباق البيت عارفين كل الناس كويس اوي يخصص اربع اطباق اربع اطباق بيت لكل مئة كتكون يبقى الطبق الواحد بياخد كم طائر 25 كتكون يعني خلال التلات يام الاولى حضرتك لما بتيجي يمكنك استخدام استخدام الكارتونة بتاعت البيت نفسية الطبق اللي اعنا بنقوله عليه طبق البيت ماشي الاطباق ديت حضرتك تخصصها كام لكل طبق 25 طائر لكل طبق كم طائر 25 كتكون خلال التلات يام الاولى خلال التلات يام الاولى طب لو استخدمنا غطاء صندوق نقل الكتكين فيه صندوق نقل الكتكين اللي بننقل فيه الكتكين من المفرغة الى الحضانة تمام بيبقى فيه طبعا صندوق ليه غطى كبير كده غطى واحد ده يخصص لكل مئة كتكون يخصص لكل مئة ايه كتكون يبقى لو حضرتك استخدمت اطباق للبيت هتستخدم فامية لو اطباق للبيت لكل طبق 25 اذا خلال التلات يام الاولى تمام يستخدم لكل طبق 25 كتكون طيب لو حضرتك هتستخدم الغطاء اللي هو بتاع صندوق نقل الكتكين تستخدم له ايه لو بنستخدم له طبعا طبق واحد لكل مئة كتكون طبق واحد لكل ايه لكل مئة كتكون طيب لو استعملنا بقى معالف الكتكين يخصص لكل طائر من 2.5 ل3 سنطي من حجم المعلفة تمام وتزداد الى كم سنطي الى 5 سنطي عند عمر اسبوعين لا بصلي بقى كده وقول معايا يعني حضرتك لو انت بتستخدم المعلفة هتخصص لها لكل طائر تمام من حجم المعلفة تمام اول غزاية اللي عندك ديت 2.5 الى 3 سنطي من 2.5 ل3 ايه سنطي ده لغاية اول اسبوعين لما يجي يوصل للاسبوعين تمام في عمر اسبوعين فعليا لا تزود له المساحة 5 سنطي طب ليه ما هو وزنه زاد ما هو حجمه زاد ما هياخد مساحة مني دلوقتي على عشان نضمن ان يكون فيه تغذية جيدة لكل الكتاكير مش كتكوت يأكل وكتكوت ما يكلش كتكوت يشرب وكتكوت ما يشربش فاهمين معايا قصد ايه يبقى تاني خلال الفترة الاولى يستخدم من 2.5 ل3 سنطي من حجم المعلفة تمام وتزداد الى 5 سنطي في عمر كام اسبوعين ويمكن توزيع الكمية المخصصة من الغذاء على كام وجبة بقى هل يطرى نيجي نحط الوجبة كلها مرة واحدة النهاردة لا خليها على وجبتين ل3 يبقى نخلي دايما الوجبات توزع على وجبتين ل3 طب الكلام دا بيعمل لي ايه يا مستقى الكلام دا مهم جدا ليه كل الطائر اولا تغذية متجددة يعني الطائر دايما بياخد تغذية جديدة ما بيفضلش بقى التغذية اللي هو طبعا القديمة ممكن يزهق منها ما يتغذاش عليه بالاضافة انه بيهضر فيها كميات كبيرة جدا لو انت احطيتها بملو الايه بملو الغذية طيب انا نعمل ايه يبقى نحط الوجبات على كام مرة من مرتين الى 3 مرات يبقى الوجبات توضع لكم مرة من مرتين الى كام مرة الى 3 مرات يبقى بيخصص من حجم المعلفة من 2.5 الى 3 سنتي من حجم المعلفة الى انتصل لعمر اسبوعين نخلي الحجم المعلفة ديت 5 سنتي لكل طائر بالاضافة الى ان انا نضع الوجبات دي من مرتين الى ثلاث مرات يوميا نقطة لبعد كده المعالف زي ما احنا قلنا طيب تعال لي بقى في المعالف انا عايز بقى في المعالف واكتب لي بقى في النقطة دي كده التخزية في المعالفة يعني نحط ايه قالك يجب ان يقدم لكتاكيت التسمين عليقة بادئ تحتوي على نسبة بروتين مهمة جدا 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 من 23 الى 24 في المية بروتين يبقى نسبة البروتين في العليقة البادئ ليجب ان تكون كا من 23 الى 24 في المية بروتين والمعالف المستديرة اللي هي المعالفة الاوتوماتيكية او الخزان يطم تخصيص معالفة واحدة بقطر 40 سنتي لكل 25 طائر يعني لو عندي معالفة قطرها 40 سنتي نبنا عامل حسابي ان دي مخصصة 25 طائر بس اهم نقطة بالنسبة للتخزية في داخل المعالف يجب ان تحتوي العليقة على نسبة بروتين من 23 الى 24 في المية بروتين خاصة في العليقة البادئ يعني عليقة بادئ عليقة بادئ تستخدم في المراحل الاولى من النمو ودي مفروض الطائر بيتغز عليها على اساس ان الطائر تمام لازمه اللي هو بناء في الجسم في المرحلة البناء في الاول فياجب ان انت ترفع له من نسبة البروتين بعد كده في الاسابيع الاخيرة يمكن ان تقل نسبيا نسبة البروتين وتصل الى 20 في المية ثم في نهاية قبل فترة البيع تصل الى 18 في المية ايه بروتين تمام نقطة اللي بعد كده المسائي زي ما قلنا يخصص عدد اتنين مسقة سعة اربعة لتر طب لو المسقة عندي انا بنديك كل اللي احتمالات لكل انواع المساق طب لو المسقة عندي يا مسقة بتاخد اربعة لتر نخصصها لكم طائر قالك لكل خمسين كتكود خلال الاسبوع الاول والتاني يبقى خلال الاسبوعين الاولانيين يخصص مسقة تمام ساعتها كم لتر اربعة لتر ساعتها كم لتر اربعة لتر لكم طائر لخمسين طائر بس الكلام ده خلال كم اسبوع خلال الاسبوع الاول والاسبوع التاني طيب وبعد ذلك يمكن تخصيص مسافة من واحد ونص الى اتنين سنطي من المسكة لكل كتكوت حتى لا يجد الطائر صعوبة طبعا في الوصول للايه للمساقي والمعالف بالاضافة الى بقى نقطة مهمة جدا يبقى احنا قولنا المخصصات حضرتك لما تيجي داخل العنبة ودي نقطة مهمة جدا جدا لكل الشباب لازم ياخد باله منها بص لازم وانت بتوزع المعالف والمساي يجب ان يكون توزيع متجانس في داخل العنبة يعني ايه توزيع متجانسة مستة بمعنى ان انا ما ينفعش نحط المساي كلها جنب بعضها في مكان ده هيعمل لي هيخلي كل الطيور تيجي في نفس المكان ده فتتكون في المكان ده فطبعا طيور تتغزى وطيور ما تتغزاش او طيور تشرب وطيور ما تشربش فياجب ان يكون توزيع المعالف والمساي توزيع متجانس في داخل الايه العنبة يبقى لازم نكون عامل توزيع داخل العنبر بالنسبة للمعالف والمساي ودي نقطة غاية في الاهمية مش مجرد كده كلام بنقوله خلاه نقطة مهمة جدا 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 لازم الطالب يرعيها اثناء عملية الرعاية والحضانة للطالب نكمل زي ما قلنا المساي حضرتك بقى كل يوم عمليات يومية ما فياش كلام يجب غسيل المساي مرة واحدة ولا كل يوم كل يوم بص يتم غسيل المساقى جيدا يوميا قبل تمام ملقاها بالماء ويتم تطهرها مرة على الاقل لكل زموم يعني كل يوم تتغزل بالماء العادي وكل يسبوع تتطهر ده على الاقل ما فياش كلام تاني يتم غسيل المساقي تمام جيدا قبل ملقاها بالايه بالماء ويتم تطهرها مرة كل يسبوع على الاقل يتم تحريك المساقي والمعالف الى مكانها الدائم تدريجيا كما يستحسن ان يتم نقلها على دفعها يعني ما تجيش تغير مكان المساقى كده مرة واحدة تمام لو حبيت تغير النهاردة ناخد جزء مثلا في اليمية والمرة الجاية ناخد الجزء التاني فيه في الشماء والمرة اللي بعدها وهكذا عشان التطهر بيتعود على مكان المساقى ومكان الغزاية بتاعته ما تعمل له الصدمات معايا ولا لا يبقى تاني الاول بالنسبة لعمليات الغسيل بالنسبة للمساقي تتم يوميا ولا اسبوعية يوميا طب عملية التطهير مرة على الاقل كل اسبوع نوصل بعد كده دي ات نمازج من المعالف والمساقي تمام برضو اللي شايفانه شايف الكاتكوت وهو واقف على الغزاية واقف مرتاح ولا واقف تعبال واقف مرتاح غزايات ومعالف ومساقي مناسبة جدا جدا بالنسبة للطائر شوف الشكل العام شكل النظام عامل ازاي بالنسبة له والكاتكوت واقف في شكل لهو متكاتب ولا هو متكسب في منطقة معينة يؤدي الى التزاحم والتزاحم يؤدي الى عمليات النفوك بتزداد بكميات ايه كبيرة خاصة في الاعمار الايه الاولى طيب النقطة اللي بعد كده اه مواصفات دجاج اللحم نقطة بقى مهمة جدا 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 يلا بين تتميز كاتكيت اللحم بالمواصفات القتي اولا اولا سرعة النمو سرعة النمو بص معي هو كاتكوت انتاج ايه بص لي بقى كاتكوت دا كاتكوت انتاج ايه دا اسمه كاتكوت دجاج تسميه موضوع الحلقة بتاعنا الحلقة اللي فاتت والحلقة ديك دجاج التسميه ازا انا جايب دجاج يكون عنده سرعة نمو ولا ما عنده سرعة نمو عنده سرعة نمو ما نجيبش دجاج بياض نربيه عشان بغرض التسميه يبا يجب ان يتميز بسرعة النمو يبا دجاج التسمين من اهم المواصفات المسالية بتاعته او مواصفات دجاج wellness بتاعته سرعة النموم نمرة اتنية وبص لي الكفاءة التحولية للغزاء عالية لا بص بها معايا يعني ايه كفاءة اه مصطر تحولية للغزاء عالية دي نقطة مهمة جدا 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 يا شباب عايز الناس تاخدها في اللي اعتباد كلمة كفاءة تحولية هي قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم باختصار شديد قدرة الطائر على تحويل العليقة الى ايه الى لحم يعني افرد ان انا قلتلك ان الكفاءة التحولية لطيور دجاجة تسمين من واحد لاثنين يعني ايه واحد لاثنين دي يا مستق يعني كلما تغزى الطائر على اثنين كيلو عليقة يجب ان نحصل على كيلو لح نحصل على كيلو ايه لح طب افرد انه قلتلك في نوع معين من انواع الطيو الكفاءة التحولية واحد لثلاث يعني ايه الكفاءة التحولية واحد لثلاثة زي مثلا الطيور المية واحد لثلاثة واحد لثلاثة ونص كمان كلما تغزى الطائر على ثلاثة كيلو ونص عالية نحصل منه على كيلو إيه؟ لحم إذن يتميز دجاج التسمين بالكفاءة الغذائية العالية أنه له قدرة عالية على تحويل العالية إلى لحم تمام كده؟ يبقى أول حاجة قلنا سرعة يتميز بسرعة النمو تاني نقطة الكفاءة التحولية العالية النقطة اللي بعديها يتميز بالهدوء أن الطائر بتاع التسمين طائر هادئ بطبيعته ودي ميزة فيه كويس قوي يعني حضرتك من مجرد ما تخدش العنبق تلاقي أن الطائر ده طائر هادي تشعر على طول أن ده على طول تعرف تترجم وتقول ده دجاج إنتاج إيه؟ لحم طيب النقطة اللي بعديها يتميز بإيه؟ يتميز بإمتلاء الجسم وهنوريك شكل للطائر بتاع التسمين أو دجاج اللحم مميز جدا 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 الصدر عريق مكنز باللحم يبقى يتميز بإمتلاء إيه؟ الجسم طيب النقطة اللي بعديها قلنا النمو السريع بينمو بسرعة بينمو بسرعة زي طبع النقطة اللي رقم واحد دي تعتبر نفس النقطة ولكن عايز نقولك فيها سرعة ترييش يا جماعة هناك علاقة طردية ما بين سرعة الترييش وسرعة النمو كلما زادت سرعة الترييش كلما زادت سرعة النمو يعني لو أنت جايبش وقت كنت جيت عندك في البيت كده وبتربيهم ولقيت أن الترييش بتاعهم سريع تعلم جيدا أن سرعة النمو عندهم عالية سرعة النمو عندهم إيه؟ عالية يبقى يتميز دجاج إنتاج اللحم بإيه؟ طبعا سرعة الإيه؟ النمو الكفاءة التحولية العالية يتميز بالهدوء يتميز بإيه؟ امتلاء الجسد الصدر عريض مكنس باللحم النمو السريع نسبة التصافي والتشافي العالية تمام؟ الترييش السريع المقاومة للأمراض اتساع الصدر زي ما أنا قلت لك تعال لي بقى نقف عنده نقطة مهمة جدا أنت قلت لنا عليها بسرعة قلت لي الترييش السريع قلت لك هناك علاقة طردية ما بين سرعة الترييش وسرعة النمو كلما زادت سرعة الترييش كلما زادت سرعة النمو طب بص بقى معايا في اللي جاي ده اللي احنا عايزين نعرفه يعني ايه حضرتك قلت لي بسرعة كده نسبة تصافي عالية ونسبة تشافي عالية نسبة تصافي عالية بمنتهى البساطة هي عبارة عن وزن الطائر وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مين قلتاني كده وكتب طلع الورقة والألم وكتب معايا نسبة التصافي تساوي وزن الزبيحة المجهزة وحنفهمك يعني ايه وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي الكلام ده مضروبا في مين يبقى قولي كده تاني وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مين طب تعاف فهملنا بلد يا مستر مش فاهميه وزن الزبيحة المجهزة حضرتك روحت اشتريت فرخة تمام تمام لا بكم وزنها كام يعام وزنها اتنين كيلو كويس قوي الاتنين كيلو يعني الفين جراء يبقى وزن الطائر الحية تحت في المقام كام الفين جراء قلت للرجل اتباح حالي لما الرجل ده بحى بينظف الرجول والاحشاء والمصارين بيطلعهم وبيرميهم تمام قل له زنهالي تاني وزنها لقيتها الف وخمسمائة جراء يبقى نسبة التصافي كام سمعك بتقوم يبقى نسبة التصافي تساوي الف وخمسمية على الفين في مية تمام تطلع مثلا خمسة وسبعين في المية اه اوكي كده دي نسبة اللي اه التصافي يبقى ما هي نسبة التصافي يا شباب نسبة التصافي هي وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مية طب كده مية مية عايز حاجة في نسبة التصافي لا يا مستر تمام عرفناه طب تعالي بقى قولي ما هي نسبة التشافي انت قلتلي في دجاج اللحم اللي اتنين عليين اه نسبة التشافي علي طب نسبة التشافي علي يعني ايه نسبة التشافي مش انت تبحت الدجاجة ونضفتها تمام كويس قوي بتقول للرأي لو سمحت خليها ليه من العضل ما هو ده ايه تشافي تشافي يعني خلو الزبيعة من العضل يبقى وزن الزبيحة الخالية من العضل على وزن الطائر الحي مضروبا في مية على وزن الطائر الحي مضروبا في ايه في مية هي ديت نسبة التشافي نقول تاني نسبة التشافي تساوي وزن الزبيحة الخالية من العضل وزن الزبيحة الخالية من الايه يعني شلت منها العظم تمام على وزن الطائر الحي الكلام ده مضروبا في ميا اذا يتميز دجاج التسمين بعدة مزايا مهمة جدا 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 دجاج التسمين او دجاج انتاج اللحم يعني لما حد يقولك دجاج انتاج اللحم مقصود منه اللي هو دجاج التسمين نمرة واحد سرعة النمو تمام نمرة اثناء هدوء يتميز بالهدوء نمرة ثلاثة سرعة التريش وعايزك على طول ادام قلت سرعة نمو لازم يتبحها مباشرة سرعة التريش او قلت سرعة التريش لابد ان يتبحها سرعة نمو لان زي ما اتفقنا كلما زاد كلما زاد كلما قل كلما قل يعني علاقة ترضية ولا عكسية لا علاقة ترضية كلما زادت سرعة التريش كلما زادت سرعة النمو وكلما قلت سرعة التريش كلما قلت سرعة النمو طيب الكفاءة التحولية العالية يتميز ايضا دجاج اللحم بالكفاءة التحولية العالية يعني ايه كفاءة تحولية مستر قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم تمام بيحول كمية كبيرة من العليقة وغالبا بتكون واحد لاثنين يعني الطائر يتغذى على اثنين كيلو لحمة حضرتك لازم يتغذى على اثنين كيلو عليقة لازم ينتج لك كيلو لحم تاني لو تغذى الطائر على اثنين كيلو عليقة لازم ينتج لك كيلو لحم الميزة اللي بعد كده قلنا يتميز طبعا بيه التريش السريع عرفنا المقاومة للامراض له قدرة كبيرة على مقاومة الامراض لذلك طبعا بيستخدم وبيعيش يعني بالفترات طبعا وبتقدر تسواه وبتقدر تنتج منه وبتقدر تربح منه يعني قدرته عالية على مقاومة للأمراض بالإضافة إلى اتساع الصدر والصدر عريض بتاعنا ومكنس باللح يبا دي مواصفات دجاج إنتاج اللح بص لقل الشكل اللي قدامي شايف الشكل عامل إزاي أظن الشكل يوصف نفسه شكل الدجاجة الصدر ممتلق الأول الصدر عريض تمام ممتلق تمام مية مية ده شكل قطيع وده شكل دجاجة اللي أنا جايبولك ده شكل اللي قدامنا فيه شكل قدامنا شكل قطيع وشكل آخر للايه ده الشكل الدجاجة والشكل التاني اللي هو شكل القطيع طبعا مميز جدا 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 فيه كل المزايا اللي احنا لسه إلينا من شوية بص معاين الشروط الواجب مراعطة عند شراء كتكوت اللح دي مهمة قوي يعني هو انت خدنا شروط مستر قبل كده آه خدنا في الحلقة اللي فاتت قلنا عندنا ما هي الشروط الواجب مراعطة عنده آه ده كان عنده بناء مساكن الدواج مساكن التسمين يعني لما تيه تختار عنبر عشان تعمله كان فيه شروط وما للشروط ده ايه؟ الشروط الواجب مراعطة عنده شراء كتكوت اللحم بقى انا هنشتري بالفعل كتكوت لحم خلاص يا مستر انا عجبني الموضوع نشتري من ايه؟ نقولك يا تم الشراء الكتكيت من مصدر موسوك به يعني حضرتك ما تروحش تشتري من اي حد اي حد يقولك عندي كتكوت وعندي وعندي وعندي؟ لا تروح تسأل ناس فهمه؟ ناس عنده مزارع ناس بتتعامل مين احسن واحد بيطلع كتكوت عشان نروح نشتري منه لان مصدر موسوك به ده مهم جدا في نجاح المشروع طب نمرة اتنية انت تناسب او يتناسب نوع الكتكوت مع الغرض من التربية مش فاهم يا مستر يتناسب نوع الكتكوت مع الغرض من التربية يعني انت رايح يا حبيبي تشتري ايه؟ انت لازم تحدي انت اقيل للرجل انا عايز كتكوت تسمين ولا عايز كتكوت بيط ما لو جدتك تكوت بيط تربيه بغرض التسمين هتبقى كارثة بالنسبة لك لانك هتخسر خسارة فادحة لان انت عارف دجاج البيض ما بيعملش معدلات لحم هو بيدي بيد لكن ما بيديش ايه؟ معدلات نمو في اللحم عالية يبقى كويس اوي يبقى لازم حضرتك اشرق من مصدر ايه؟ موسوك نمرة ايه تحديد الغرض من النوع نوع التربية ايه؟ انت بتربي بغرض انتاج لحم ولا بتربي بغرض انتاج ايه؟ بيه؟ تمام؟ لازم تبقى محدد هدفه وراح تشتري بناء على هذا الهدف طب النقطة التالتة بنقول يكون خالي من الامراض ما نروحش نجيب كتكوت بقى انا ايه؟ مريم تمام؟ خالي من الامراض طب يا مستر نجيبه من ايه؟ ما انت حضرتك زي ما انا قلتلك الاول مصدر موسوك ايه؟ بهي مصدر موسوك ايه؟ بهي تمام؟ النقطة التانية حضرتكو انت بتشتري الكتكوت بص بها معاي لازم تكون عارف بتشتري الكتكوت ازاي؟ شايف الكتكوت اللي انت بتاخده الراجل جايبهولا فتحت الغطا كده بتاع القفا شفته موجود عندك في صندوق تمام؟ قدامك الكتكوت منتشر بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ كاشش ولا مش كاشش؟ تمسك الكتكوت ده تقلبه تشوف عنده فيه التهاب سري ولا لأ؟ التهاب سري تلاقي نقطة حمرة كده او صمرة تمام؟ في منطقة البطن نعرف ان الكتكوت ده عنده التهاب في السرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالية اثناء التفريخ فبالتالي ده مش هيعيش معايا ده هيسبب لي مشاكل طيب يبا تاني اما نقولك ما هي الشروط الواجب مراعطة عنده شراء كتكوت انتاج اللح يتم الشراء من مصدر موصوك به عرفناها تتناسب نوع الكتكيت مع الغرض من التربية تمام يكون خالي من الامراض تمام ما نكونش الكتكوت اللينا بنجيبه برضو اعرج او الكتكوت اعور او المنقر بتاعه فيه تشوه تمام الحاجات دي لازم ناخد بالي منها لقد حاجات زي دي نرجحها على طول الراجل نقول له لأ ده مش هناخده لان ده مش هيعيش ان تكون المناعة الامية عالية ايه المناعة الامية يعني ان الكتكوت ده جاي من اصول من امهات عندها مناعة كويسة المناعة بتاعتها كويسة لو المناعة بتاعت الام كويسة الكتكوت حيبه كويس لو المناعة بتاعت الام ضعيفة الكاتكوت حيطلع كاتكوت ضعيم تعالا معايا كده بقى نرجع مع بعض ما هي الشروط الواجب مرعطة عند شراء كاتكوت اللح قلنا ان يتم الشراء من مصادر منصوك بها تمام ان تتنسب نوع الكاتكيت مع الغرض من التربية تمام ان يكون خالي من الامراض تمام ان تكون المناعة الامية ايه عالية ويسأو نقطة اللي بعد كده عايز انا بقى ايه هي بقى الظروف البيئية اللي حضرتك قلتلني عليها كتير كل شوية ظروف بايه ظروف بايه عندي بقى اضاءة وعندي حرارة وعندي ارتوبة وعندي تهوية تعالا نقول بسرعة اولا الاضاءة تعتبر الاضاءة احد العناصر الاساسية الداخلة في انتاجية دجاج التسمية سبق وقلتلك قبل كده ان الاضاءة مهمة جدا 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 لان الاضاءة دي بتعمل ايه بتعمل على تنشيط هرمون يا شباب يؤثر تمام كده بدوره في عمليات التمثيل الغذائي في جسم الطائر تمام يبقى الاضاءة مهمة جدا 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 لانها طبعا بتؤثر على انتاجية دجاج التسمية حيث يعمل الضوء على التنشيط الهرموني تمام وبالتالي بيزود عمليات التمثيل الغذائي يعني تحويل العالية الى ايه الى لح ده دوره مهم جدا وبينشط هرمونات كمان تمام في النمو بتساعد الطائر على زيادة الوزن والحصول منه على اوزان علي يبقى طبعا الاضاءة دي مهمة جدا طب الاضاءة في العنبر بص بقى يستمر الاضاءة في العنبر طول الاربعة وعشرين ساعة ويتم الازلام لمدة ساعة واحدة يبقى انا بن ايه العنبر خلال الفترة الاولى على طول خلال الفترة الاولى الاربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة اضاءة تمام مع ايه بقى استخدام انواع من اللمبات ايه هي الانواع؟ لمبات التنجستين تمام وهي تحتاج لعاكس ودي عمرها 750 ساعة يعني بتشتغل معنا لمدة كم ساعة 750 ساعة يبقى اول نوع من انواع اللمبات عندنا لمبات التينجستين طب تاني نوع من انواع اللمبات لمبات الفلورسينت طب تالت نوع من انواع اللمبات لمبات الزيبك طب رابع نوع اللمبات الموفرة ولمبات الليد لمبات الفلورسينت دي تعادل كفائتها من 3 الى 4 مرات كفائة ضوء اللمبات العادية يعني لمبة الفلورسينت دي لمبة عالية كفاقيقتها بتعادل من 3 لـ4 تمام ضعف اللمبات العادية اللي يهمني في الموضوع ده أنواع اللمبات يبقى أنواع اللمبات المستخدمة في عنابر دجاج التسمين قلنا لمبات التنجستين اللمبات الفلورسنت لمبات الزئبق اللمبات الموفرة اللمبات اللد تعال لي ده شكل شايف الإضاءة في العنبر شايف الجمال عامل إزاها شايف توزيع الإضاءة في داخل العنبر عامل إزاها توزيع متجانس جدا جدا إضاءة جيدة جدا تأثر على الهرمونات بتاعت النمو تزود هرمونات النمو تزود معامل التمثيل الغذائي بالنسبة للطائر بعد كده وديت برضو نمزك آخر لأنواع اللمبات اللي موجودة اللي احنا المستخدمة زي ما احنا قلنا ادي لمبات طبعا أنواع معينة من أنواع اللمبات المستخدمة في مزارع الدواجة تعالي بقى على نقطة درجة الحرارة سبق وقلت لك على درجة الحرارة قلت هالك ورجع لي هنا بقى نفتكر مع بعض اللي قلناها كانت في أول حلقة أخدناها على دجاج التسمية كنت بنقول لك ما ينفعش الطائر يطلع من درجة حرارة سبعة وتلاتين ونص درجة مقوية وتاخدوا خلال الأسبوع الأولان يتعرضوا لدرجة حرارة أقل من اثنين وتلاتين لأربعة وتلاتين درجة ده الحد الأدنى لتبدأ بالأسبوع الأول ثم تقل تدريجيا بمعدل درجتين تمام إلى تلات درجات إلى أن تصل إلى كام إلى اربعة وعشرين درجة يعني مناسب من عشرين لأربعة وعشرين طب كده تمام التمام تنزل عن كده ما ينفعش يبقى هنبدأ التحديم بدرجة حرارة كام يا شباب من اثنين وتلاتين إلى أربعة وتلاتين درجة مقوية عشان لما تيجي تجري عمليات التقييم في المعايير اللي حنقولها ان شاء الله في محاضرة لاحقة بعد كده بإذن الله وحنكمل طبعا نعرفك إزاي بقى بتتم عمليات التقييم بالنسبة لنا في المنظومة الجدارات الخاصة طبعا بدجاج التسمية نكمل بعد كده يبقى درجة الحرارة من اثنين وتلاتين إلى أربعة وتلاتين درجة ما وين طب ترك ضبط درجات الحرارة قلناها برضو وتعرضنا له وقلتلك حنرجع لها تاني عن طريق المراوح عن طريق التبريد عن طريق الدفيات كل الحاجات دي حرارة واطية بنزبط بالدفيات حرارة عالية عن طريق المبردات والمراوح طب المراوح المبردات دي تستخدم في العنابر سمعك وانت بتقوم في العنابر المغلقة ولا العنابر المفتوحة في العنابر المغلقة تمام تأثير انخفض درجة الحرارة في عنابر الدجاج هي لو انخفضت درجة الحرارة إلا هيجرى بص بقى معاي زيادة استهلاك الغذاء وارتفاع معدل التحويل الغذاء ايه ده ايه ده يعني حضرتك الطائر حيستهلك عليقة زيادة حياكل ياما لكن مش هيحولها اللح ودي حتب بالنسبة لك خسارة ولا ماكزة خسارة استهلاك طاقة من جسم الطائر لتدفئة جسمه عايز يدف نفسه فبياخد منطقته الداخلية وطبعا دي بتسبب لك قلق انخفاض انتاج اللح زي ما انا قلت لك بعد كده حيبى زيادة الاصابة بالامراض التنفسية يبى ايه هو تأثير انخفاض درجة الحرارة في عنابر الدواجة حيزداد استهلاك العالية ويرتفع معدل التحويل الغذاء يعني الطائر حياكل عليقة كتير ومش هيحولها اللح زي ما كنت عاين نمرة اثنين حيستهلك طاقة من جسمه طب نمرة تلاتة انخفاض انتاج اللح طب اربعة زيادة الاصابة بالامراض التنفسية بعد كده طب تأثير الارتفاع لو في ارتفاع في درجة الحرارة ايه اللي هيحصى ما هو الارتفاع محبوب ولا الانخفاض محبوب طب الارتفاع يعمل ايه زيادة انتاج الحرارة داخل العنبر من قبل الطيوم الحرارة عالية جدا كويس قوي طب الكلام ده هيعمل ايه لما الحرارة ترتفع في داخل العنبر يقل استهلاك الطائر من العليقة هي الحرارة لما كانت منخفضة استهلك الطائر عليها اكتر لكن محولهاش للحم طب هنا انخفاض انتاج اللحم دي مشتركين فيها في الاتنين كده كده هيقل انتاج اللحم طب بعد كده انخفاض معدل التحويل الغذائي طيب ماشي الاصابة بالامراض التنفسية مشتركين فيه يزيد بقى عليها ظهور حالات النقر تمام ظهور حالات النقر والافتراس بتظهر بقى مع ارتفاع درجة الحرارة ايه النقر والافتراس ان الطائر ينقر الطائر اللي جنبه الطائر القوي ينقر الطائر الضعيم وزا ظهر يعني تزوق نوع الدم تزوقه بس مجرد ما يتزوقه على طول بقى حيفضل الطائر ده مش هيقول له ايش مش هيسيبه ولا ما يخلص عليه فايزا نتيجة ارتفاع درجة ايه الحرارة ينتج عنها طبعا حالات النقر والافتراس طيب ارتفاع نسبة النفوق هتزيد نسبة النافق هيموت اعداد كبيرة جدا نتيجة ارتفاع درجة اللي ايه الحرارة اذا احنا يجب ان تكون الحرارة في المعدلات المصلة المزبوطة من 32 الى 34 درجة مقوية تقل اسبوعيا بمعدل درجتين الى ان تصل الى من 20 الى 24 درجة مقوية وديه الدرجة المصلة لتربية دجاج التسمين طب ايه الاحتياطات الواجب مرعطة في العنابر المفتوحة تقدم عليقة متوازنة نقف يعني ايه كلمة عليقة متوازنة ويضف العليقة ام طبعا او مياه الشرب جرعات من فيتامين سي عليقة متوازنة يعني عليقة متزنة يعني لابد ان تحتوي على كمية من البروتينات والدهون والاملاح المعدنية والفيتامينات معايا ولا لا يب تاني بتقولي ده انا بنحط عليقة كويسة جدا بس الطائر ما بيكبرش العليقة عند حضرتك مش متزنة العليقة يجب ان تكون مثالية تحتوي على كل العناصر اللازمة لها من مواد كربوهايدراتية زي الدرة من مواد بروتينية زي فول الصوية من املاح معدنية تمام زي ملح الطعام من فيتامينات زي فيتامين سي تمام يبقى اذا العليقة من كميات من الدهون بتحط كمية من زيوت الطعام على العليقة اذا يجب ان تكون العليقة متوازنة عصا تحصل على الكميات المرجوة في دجاج انتاج اللح النقطة اللي بعد كده مصادر التدفاء بنستخدم ايه في الدفايات عندي حاجة اسمها الهوفر عندي التدفاء بالهيتر تمام عندي ده بالنسبة لنوعي التدفاء يبقى اما تستخدم الهوفر اللي هو العاكس وهو يمثل الغالبية العظمة في الحضانات يعني معظم الناس بتستخدم نظام الهوفر او العاكس ومصدر الحرارة منه بتبه الشعلة وتعلق في السكف بواسطة سلسلة تسمح برفعها وخفضها يعني يعني التبه متعلقة بسلسلة يأما تنزلها يأما طبعا تتحكم فيها وتبها على ارتفاع متر من الارض يأما التدفاءة طبعا بالهيتر وهي اجهزة تدفاءة حديثة تعمل بالصلار ومنها ما يعمل بالغاز يبقى انواع التدفاءة او مصادر التدفاءة المستخدمة يأما بالهوفر اللي هو العاكس يأما التدفاءة عن طريق الهيتر بعد كده نتكلم على التهوية اساس التهوية هو توفير الاكسجين يعني ايه تهوية شباب يعني لازم نوفر للطائر كمية من الاكسجين طب التهوية دي انا بنخش العنبر بص معايا كده بنخش العنبر نلاحظ ايه دخلت لقيت نسبة نشادر عالية جدا تمام ريحة ظهرة عندي بتخليك عينك تدمع تمام يبقى دي نسبة النشادر عالية نتيجة سوق التهوية او ان التهوية غير كافية في داخل الايه العنبا اذا ده ظهر التهوية غير كافية في داخل العنبا يبا انا بدأت طبعا هنا التهوية سيئة بالنسبة لي يجب ان تعدل من وضعك وتعدل تهويتك لتوفير كمية كبيرة من غاز الايه الاكسجين نقطة لبعد كده التهوية السيئة زي ما قلت لك طب هتعمل ايه ما هو كله هيأثر على معدلات التحويل الغذائي لاحظنا ان انخفاض درجة الحرارة يؤثر على التحويل الغذائي زيادة درجة حرارة تؤثر على التحويل الغذائي طيب سوق التهوية يؤثر ايضا على التحويل الغذائي انخفاض اوزان الطيور حتقل اوزان الطيور الاصابة بالامراض التنفسية زي الالتهاب الشعب الايه المزمن لاحظ ان التلات حاجات دول حتلاقيهم موجودين بصفة مستمرة اذا كانت العملية عندنا غير متزنة يعني منتج مزبط تهوية منتج مزبط حرارة منتج مزبط ايه رطوبة طب معدلات التهوية بتكون ازاي في العنابل المغلقة يكون معدل التهوية في الشتاء اتنين متر مكعب لكل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي فهمال يا مستر بتخلي للطار اتنين متر تمام يخصص للطار اتنين متر مكعب كل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي طب لو هو وزده اتنين كيلو لا يزيد يتضاعف تمام ده بالنسبة للعنابل المغلقة وفي الصيف تكون من اربعة لخمسة متر مكعب يبقى في الصيف بتزيد لانه درجة الحرارة بتكون ايه عالية يبقى يخصص اتنين متر مكعب لكل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي تمام ده في فصل ايه الاشتاء ومن اربعة الى خمسة متر مكعب لكل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي ده في فصل الصيف طيب في العنابل المفتوحة يجب الله تقل فتحات الشبابيك عن خمسة وعشرين في المية في فترة النمو وتلاتين لخمسة وتلاتين في المية في فترة الانتهاء يبقى تاني في العنابل المفتوحة الشبابيك لا تقل عن كم في المية خمسة وعشرين في المية في المراحل الاولى اللي هو مراحل النمو طيب في مراحل الرعاية كحجمها كبا تزداد تهوية اكتر ولا لا تحتاجه يبا نخليها من 30 الى 35% في فترة الانتاج طبعا مع مراعاة ان يكون اتجاه العنبر شرق غرب عشان يواجه احد جوانب العنبر ده اتجاه الريح يبا يجب ان يكون اتجاه العنبر شرق غرب لمواجهة احد جوانب اتجاه الريح الرطوبة يجب قال لا تزيد الرطوبة في العنبر عن 70% يجب قال لا تزيد الرطوبة في داخل العنبر عن سبعين في المية وذلك بعد مرور خمسة ايام من تحضين الكاتكيت يعني بعد خمسة ايام حضرتك من تحضين الكاتكوت مفروض الرطوبة لا تزيد عن كا لا تزيد عن كا عن سبعين في المية كويس اوي لان زيادتها تظهر على الطيو وتسبب لها متاعب نفسية وتسبب لها امراض الجهاز التنفسي افضل نسبة تتروح ما بين ستين لسبعين يبقى افضل نسبة رطوبة للطائر من ستين لكا لسبعين ويجب الا تزيد عن كا عن سبعين ده فيما يتعلق بمي بالرطوبة بالنسبة للطائر كده احنا احنا تناولنا موضوعات مهمة جدا جدا في الحلقتين اللي فاتهم واعتقد اخدنا فكرة عن الاحتياجات البيئية لدجاج التسمين وعرفنا مزايا الطيور تمام اللي هي طيور دجاج انتاج اللح عرفنا ازاي نزبط درجة الحرارة ازاي نزبط الرطوبة ازاي نزبط تجهزاتنا ازاي نعمل عمليات غسيل وتطير بالنسبة للعنبر كل العمليات دي اللي احنا قلناها ان شاء الله باذن الله في محاضرة قادمة باذن الله على دجاج التسمين هنختم بيها بقى ان شاء الله وحتكون مشوقة جدا هنتعرف من خلالها على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي للدجاج بالاضافة الى كيفية التقييم لطالب الجدارات تتم ازاي العملية ديت وكده هنبط غطينا التسمين تغطية كويسة جدا يارب نكون افدتكم خلال هذه المحاضرة وان شاء الله باذن الله في مزيد من التطور مع قناة مصر للتعليم الفني واستمرارها مهم جدا لطالب التعليم الفني فارجو المتابعة واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا